شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم التوقيع على بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومجمع الإصدارات المؤمنة والذكية بشأن تنفيذ عدد من الأنشطة من بينها إصدار وتأمين مجموعة من الوثائق الحكومية وخلال اجتماعا لاستعراض برنامج تكافل وكرامة أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تتولي اهتماما كبيرا بالتوسع في برامج الحماية الاجتماعية وعلى رأسها برنامج تكافل وكرامة مشيرا إلى وجود تكلفات رئاسية بالتوسع في مضالة الحماية الاجتماعية حيث وصل عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدي الذي توفره موازنة الدولة إلى 4 ملايين و600 ألف أسرة بإجمالية 20 مليون مواطن تقريبا